قصة رحمة قلب رحمة قلب اللهم رقق قلوبنا اللهم اهدي قلوبنا اللهم لين قلوبنا اللهم صفي قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم رقق قلوبنا آمين يا رب العالمين رئة القلب حاجة جميلة جدا القلب اللي فيه رحمة على نفسه وعلى اللي حوالين منه اقرب الناس ليه على اللي يعرفهم واللي ما يعرفهمش يعني على القريب والغريب يبقى راجل كده في قلبه رحمة او امرأة في قلبها رحمة هذا شيء يمدح به صاحبه ويرفع شأنه في الدنيا بين الناس في المعاملة وايضا يرفع شأنه عند الله قصة اللي لدي قصة بنتعلم من خلالها رئة القلب ان يبقى في قلبنا رحمة على بعضنا ام عائشة رضي الله عنها وارضاها تنقل لنا هذا المشهد من حياة رجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل هو الاقرع ابن حابس دخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الايام وبعدين لا سيدنا نبي يقبل صبي من صبيانه يقبل حفيد من احفاده قال النبي اتقبلونا صبيانك قال الاقرع ابن حابس اتقبلونا صبيانكم ان عندي عشر من الاولاد ما قبلت واحدا منهم قط قال النبي اوى افعل ان كان الله قد نزع من قلبك الرحمة يعني ايه اللي انت بتقوله ده طب اعمل لك ايه بقى ان كان الله قد نزع من قلبك الرحمة تأمى اللفظ من قلبك الرحمة المفترض ان يبقى فيه في قلبي رحمة وفي قلبك رحمة طبعا الرحمة في قلوبنا وقناة الرحمة في قلوبنا اللهم بارك في قناة الرحمة وإدارتها والمشرفين عليها وكل العاملين فيها وكل محبيها وكل شيخها ودعاتها اللهم امين يا رب العالمين اوى املك ان كان الله قد نزع من قلبك الرحمة طبعا اعمل لك ايه بقى يعني ان كان الله قد نزع من قلبك الرحمة كأن معنى الكلام جملة فيها عتاب تعني فين الرحمة اللي في قلبك كإن استدنا النبي عليه الصلاة والسلام يهيجه على ان يفتش في قلبه على لمحات الرحمة يا راجل جمع الرحمة في قلبك كده شوف الرحمة موجودة فين في قلبك وخرجها خرجها لأحبابك خرجها لمن يعرفك خرجها للحوالين منك سواء قريب او بعيد وبعدين اخص الناس ممن تعرفهم ولادك وزوجتك واخواتك وامك وابوك الناس اللي هم يعني لهم عليك حق قرابة واخوة او قرابة ونسب ومصاهرة ففين الرحمة لدول اين رحمة القلب هو القلب ينفوش رحمة خالص قال له عندي عشرة من الاولاد ما قبلت واحدة منهم قبل سيدنا نبي قال له او املك ان كان الله قد نزع من قلبك الرحمة يعني راجع نفسك فتش في قلبك هو ما فيش رحمة خالص ولا موجودة بس انت لكنها على جنب موجودة بس انت مش عايز تشوفها مش عايز تحركها مش عايز تخرجها لخل ما في بعض الناس بيبقى كده بيبقى عنده النعمة بس مكسل انه يستعملها عنده الصفة بس مكسل يطلعها او مستخسر يتعامل بيها مع الناس يعني انت ما قبلتش قبل كده في حياتك حد من الناس هو محترم وابن ناس وابنه اصول واهل وناس طيبين ومحترمين ولاد اصول والمفترض ان ولاد الاصول ده العلموه على الاصول ويشاف منهم الاصول دي عيانا وتجي تتعامل معاه فتلاقي ان هو يتعامل معك مثلا بحدة بغشم زي ما بيقولوا فانت مستغرب ايه الحدة دي ايه القسوة دي ايه الطريقة دي طريقة كده صعبة منفرة وبعدين واحد صحبك وصحبه لما عرف كده فاراد ان يعاتبه بهدوء حتى يتراجع فلما كلمه فقال له ايه فعلا انا والله رجعت نفسي بس مش عارف خايف ان هو يرديني ومحبتش ان انا مش عارف اكلمه ازاي وطيب خطره ازا قال له لا الموضوع بسيط جدا انت تقدر طيب خطره فرح طيب خطره طيب خاطره بكلام طيب وكلام هادئ احيانا احيانا يا احباب يبقى انت عندك السماء وعندك الخصلة ولكن ما بتستعملهاش